تفاقد الدكتور عمري قنديل نائب وزير الصحة والسكان عددا من الوحدات الطبية بمحافظة قنع شاملت وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسا بمركز قوس ووحدة طب أسرة المغزن بالمركز ووحدة طب الكلحين بالمركز وتأتي الجولة تنفيذا لتكلفات الحكومة بتواجد الميداني والمتبعة المستمرة للمنظومة الصحية والاهتمام بمحافظات الصعيد والتعرف على مدى الالتزام بتقديم الخدمات الوقائية والرعاية الصحية الأولوية بجودة فائقة فضلا عن متابعة منظومة صرف الألبان ومراجعة الأرصدة وبيان الاستهلاك